أزيد من ثلاثة مائة طفل يزور استعجالات طب الأطفال بالمستشفيات يومياً بسبب عرض تتعلق أساساً بالحما والتقيو وحتى الإسهال في ظاهرة تتكرر كل صائفة عدد الاستعجالات الطبية في وقت الصيف ترتفع بدرجة كبيرة نقول لكم في استعجالات طب الأطفال في مستشفى بارني في فصل الشتاء أو في وسط الخارف نشوفه حتى 150-180 طفل وكما رأيكم شتوف الرجيسر عندها 25 يوم رأينا نشوفه حتى 300 طفل مختصون في طب الأطفال أكدوا أن الاستعجالات لدى هذه الفئة تعود إلى الفيروسات الصيفية التي تنتشر في غياب النظافة والتغذية الصحيحة في وقت الصيف هناك الكثير من الأمراض التي تذهب في الصيف لأن هناك الكثير من الفيروس التي تنتظر في الصيف هناك الكثير من الفيروس التي تنتظر في صفحة الجهاز الهدمي c'est-à-dire التوب ديجستيب لذلك لدينا الكثير من الفيروس في وقت الصيف وما يزيد في هذه الأساسات الطبية حرارة الصيف وكثرة التنقلات في هذا الموسم فضلا عن غياب عوامل النظافة من شأنها تؤثر على صحة الأطفال لذلك لا بد من مواصلة تقايد بالتدابير الوقائية والإكثار من شرب الماء في هذه الفترة ترجمة نانسي قنقر